مصممة المجوهرات الشهيرة دينا مغوري كانت أزمة كورونا أو العام الحزين هم كان أكتر من عام كان فتحة خير عليها مضبوط السنة دي سنة الكورونا دي بالنسبة لي سنة كلها رزق وأنا تعرفت اتشهرت في الكورونا الحقيقة أنا ربنا بيعمل معي معجزات معين كان فيها أزمات اقتصادية والناس معاش فلوس والدنيا بدأت تديق وما فيه شغل عشان كده بقى اللي حصل معي كان معجزة لأنه أنا في يناير 2020 رحت اليونان أتعلم البيرسنج بس بالطريقة الحديثة اللي هو بالكانورا والودن كلها اللي هو تخريم الودان ده تخريم الودان أولت اللي دخلت الخمسين خرم في الودن اللي عندنا في مصر أنا اللي دخلت الخمسين خرم بالزبط فروحت اتعلمت في اليونان أه ورجعت مصر أول ما رجعت أولا ساعتها ما كنتش عارف أني فيه حاجة اسمها كورونا ولا أن العالم هيقفل ولا أي حاجة واحد اتنين ثلاثة أربعة فيه خمسة فوق لا ده ده قليل ده قليل ده كده قليل جدا أه أيها طب حياتي ودول بتشالوا قبل ما يناموا ولا بيناموا بيهم الحلقانة الطويلة بتتشال الصغيرة بينام بيها عادي ما شاء الله ما شاء الله وعملت في المناخير وفي الشفايف وفي المناخير وفي الشفايف والحواجب والبطن وكل حاجة ايه ده ايه ده ضيعت الملامح كده والبنات والستات بيحبوا كده كله بيحب كده وعلى فكرة فيه عنصر ثيرابي نفسي علاج نفسي في البيرسنج على فكرة فالناس بتيجي تفشغل لاحية الناس بتيجي لو متضايقة مقرب الإيربيس في ودني كده شوية ده إيربيس حاجة وإيربيسنج حاجة تتعلق في وداني كده طول الوقت وتبقى كميات وماشي ههز كده اهو ده صحيح بس هو قرار يعني أنا قررت أن أنا هقبل ده عايش بيه خلص ده من الدهب كل ده دهب كل ده دهب دهب عيار 18 وألماز وأحجار وبطريقة معينة وكل حاجة متعقمة المهم أنا لما رجعت بقى رجعت بحرفة جديدة أيها آآ والعالم قفل المطارات قفلت ما فيش أشغال المدارس قفلت النوادي قفلت فالستات كانت مكتئبة ما هنا بقى يجي المعجزة 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 حل اللي اكتئب الشرق أدلع نفسي الشرق ونعد نخرم ما هو أصلي هي عايزة خمس حلقين عاجبينها طيب ما عندهاش خرام تعمل إيه تنخرم لها معناية معناية مش بتدفع أخرومي لأ مش فيه أستاذ قاعد يدفع لها مش ترى أمه هي مبسوطة آآ تتبسط طبعا لازم تتبسط وبعدين استتاتكات مكتئبة مكتئبة جدا دي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وتلاتة وتمانية تسعة عشرة ما شاء الله ما شاء الله في الودن الواحدة عشرة وعشرة هناك يا شباب يعني عيشين عدوا علي أوكي وبعدين وبعدين بقيت فجأة من محل ما بيشتغلش مع الهوز في الرجل تقريبا لأ عليك عمدك طلبات مش ملاحق عليك أنا كان عندي طوابير لحد الشارع يا سلام الطوابير وجايين مرعبين على فكرة استتات كانت جاية لابسة ماسك طبعا ده كان في عيزة عيزة كورونا والناس خلاص احنا هنموت كلنا وكده لابسين جلافز وفي ناس كانت بتخشين اللابسة البتاع في الرجل ده اللي بتخش في الانتاز الـ ICU وداخلين ومشرادين يفتحوا باب المحل من كتر ما هم مرعوبين من الكورونا بيقولولنا افتحوا الباب عاملين كده بس جايين وهيخرم يعني القانين من ده كله لكن مش مش كده بس هنخرم فلاقيت ستات مصر كلها عندي كل يوميا او ما كانش فيه غيري انا ساعتها اللي بخرم ووضوع جديد بقى فما كانش عندي حد بيخرم معايا كنت بخرم يوميا من الساعة 11 وساعتها كان فيه حظر تجول من 11 لخمسة او 6 او 7 حسب امتى الحظر بيخلص لوحدي واقف على رجلي من 11 ل7 بخرم وربعض واكتوبك اه ما معلمتيش حد انا كنت لازم انا نفسي كنت لازم اتعلمة ده انا كنت متمرن على انا كنت لازم اتمرن والمدرس بطاعت مش معايا حتى مش موجود عشان يوجهني يقولي لأ كده غلط لأ احويدي لأ براش الحتة دي انا كان لازم يعني التخريم ده هو بداية نجاحك وتمييزك انا حقيقي التخريم ده هو ده كان مفتاحي مفتاحي وأنا مكنتش أعرف وعفكرة أنا بتراب من الحؤن أنا بتراب من الإبر ومن الدم فكون إن ربنا يوحيلي إن أنا أروح أتعلم بنفسي طريقة تأكدني دي معجزة إلهية لأنه طيب عملنا ده دي كانت النقلة دي كانت النقلة بدأت تعملي فروات تانية بقى بعدها آه تدت بقى أفتح فروات تانية بدأت الفلوس زهد أهلاقها وفتحنا حساب للشركة في البانك لا الحساب كان مفتوح من قبل لا فتحنا حساب كبير بقى لسه نشتغل في الفكة آه فتحت بقى رحت لباباكي قلت له إيه كانت وفى ما شافش الكلام ده ما شافش الكلام ده آه 2017 آه آه يعني ما شافش لا ماما طبعا مبسوطة انبهرت جدا طبعا آه بس هصحيحة وكل تفاجئ لأن بص التغيير حصل كده في سنة آه مش تدريجي وكأن تعب العشرين سنة طبعا جاب نتيجته في يوم وليلة في يوم وليلة طبعا أنت ونت صغير بتشتغل كتير وتقبض إليه لما تكبر بالخبرة بتشتغل إليه وتقبض كتير بس ده ده صحيح بس أنا برضو مقتنعة بحاجة أنه أنا يعني لما ربنا فتح علي فتح علي لما كنت جاهزة أنا كنت بتعلم أنا كنت بتجهزي وبعدين بدأت تنقل المستويات تانية غير التخريم والودان بقى بدأنا نعمل شكل تاني خالص ليه بنعمل ألماظ يعني بنعمل خواتم وعقاد وسلاسل وكل حاجة الناس معها فلوس تشتري الناس معها فلوس تشتري ولا هي طبقة واحدة اللي بتتروح وتيجي الخاتم ده حلو قوي 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 ده الحجر ده سافاير اسمه سيلون سيلان يعني سيلون سافاير وكان الحجر غالي جدا جدا وهو كان خاتم واحدة عمل وكده بيس يعني ايو ما فيه فضول بكام لا لازم اقول اه اه ده كان يعني فوق تلتمية الف جنيه يعني بس هو اتباع انا مكنش متخيل انه هتباع انا عملته وقلت هلبسه انا لانه اكيد مش فضاع ده فيه ألماز مش كده فيه ألماز اه طيب لما يبقى فيه ألماز وفص زي ده ودهب لما اتباع بتلتمية دلوقتي حيبقى اكتر هو دلوقتي اكتر طبعا اه لا دلوقتي الدهب خلاص يعني ريحة الدهب دلوقتي بقت مكلفة اه ريحته ريحته ومع ذلك فيه ناس بتشتري مع ذلك الناس لان الدهب هيفضل دهب الدهب بيبقى دهب بس الالماز ما بيحتفظه بالقيمة الاحجار دي ده صحيح اكيد بتقل القيمة فاللي بيتفعه مبالك دهب هقولك حاجة احنا عندنا حاجة حلوة برضو بنعملها عندنا تبديل اه يعني لو حد شهر من عندك يقدر يرجعه لك لو زهق ممكن بس بتحفظه على قيمته اه بعد فترة معينة يعني المثلا لحد شهرين بيفضل بنفس القيمة لا لو خمس سنين وجايلك تاني لا هيقل شوية بس هناخده وهناخده و هيبدله بحاجة يبقى ليه رصيد عندنا ما انت هتباعله بالغالي وتاخده بالركيز عادي يعني مش لازمه بقى زكاية شوية برضو حرام احنا زوجات اللي بيشتروا فبالراحة حياتك الخاصة بقت فين اه دينا قاعدة تشتغل بتتحدى بتسافر بتيجي افتقرت مش لقى تحط بنزين في العربية اتخانت لا بقول اختانت افتقرت اختانت افتانت و بقى عندها حسبات مش راجع البابا مش مستنية من حد بقى التعمل اللي هي عايزاة دينا الانسانة بقى فين بص انا مستمتعة بحياتي ايوه حبيتي اتجوزتي رفضتي انشغلتي ما اتجوزتش بس حبيت كتير اه كان عندك وقت اه لا كنت بخلق وقت كنت بتخلق الواحد اللي عايز يخلق وقت هيخلق وقت هل عدم الجواز اختيار لا مش اختيار لا لا هو اكيد نصيب نصيب اكيد نصيب هو الجواز نصيب في كل الحالات بس احيانا في حد بتبقى له اولويات فالجواز كان من اولوياتك لا الحقيقة انا حاولت كتير حاولت اه 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 انا مش حاجة انا رفضها خالص بالعكس لا انا كنت برتبط كتير على اساس انه الموضوع يكمل ايه بس هو ما كانش بيكمل باشا كده بيقلك هو اكيد نصيب مش اختياري فاااا هل نجاحك اه اه أنا أجيحة سيدة أعمال مبدعة بتشتغل في الألماظ والذهب والأحجر الكريمة وزباينة طقال ومنها فلس كتير تخوف تخوف الرجالة ممكن تخوف الراجل الضعيف أيها أنا بتكلم عن الراجل مش أي رجالة هتخوف واحد ضعيف أو مش واسق في نفسه ده أكيد مش عشان أنا بخوف أنا فهم هو اللي عنده مشكلة ما أنت قلت ضعيف فيبقى هو عنده مشكلة لا ما قابلتيش حد أبدا كان واثق في نفسه مليان وكل شيء بس شخصيتك هي السبب عندك أسش بذاتك معرفش متعرفيش مش عارفة بس يعني هو ما حصلش نصيب لحد دلوقتي يعني بس الباب مفتوح الباب مفتوح طيب كويس هنقولك مبرك قريب دلوقتي وصلت لحد فين عندي كم فرحة أنا عندي فرعين واحد في زايد واحد في التجمع بظامر وعنده في الصحل و زا مالك وش الخير عليك الزا مالك اتغيرت اeter مبقيتش خيص تركيبتها اتغيرت تركيبتها اتغيرت و جغرافية القاهرة اتغيرت يعني خلاص الناس ما بقيتش سكنة في وسط البلد كل الناس دلوقتي بقت سكنة انا يعني المزايد في مطاعم في محلات تانية غير لما يبقى محل كربة أو زمالك ناس مش عارفة أصلا أقصى مكان روحتي السحر الشمالي يعني ما عملتش معارض برا ما بقيتش في دول خليجية قلق بقيت زمان أنا الخلايج كلهم عندي دلوقتي لا خليهم يجوا هم ما بتروحيش تعمل المعارض هناك أو حاجة لا عملت زمان بس مؤخرا لا بقالي سنين ما طلعتش برا مصر شكرا